اشتركوا في القناة الهلال انه الهلال من الاصل ومن السنة تعلم دينك اخي المشاهد يا مسلم فتكون شي غافل كل شي تعلمته ولكن باش دخل المرحاض على السنة كما علمنا سيدنا النبي هذا ما يدرلك شي في البال اه كتعرف الكرة فقشة العاب والاندية وكذا الدعاء الهلال ما عارفوش مشكل عندك المهم كما تشاهدون ومشاهدين هذا ماشي توبخ يعني كما قال سيدنا عمر الخليفة الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله وعبدا اهدى لي عيوبي احنا كنا عيوب صراحة الله ينبهنا العيوب وصراحة كيفما كيقولوا والدنا وكيقولوا الناس قالك اسمع الكلام اللي يبكك لا تسمع الكلام اللي يضحكك النصيحة صراحة صفحة يعني امر غريب وآجي في المجتمع دينا إلا مرحمة ربي ولكن كنا الناس الحمد لله كيقبلوا النصيحة والله تعالى بيين في القرآن اه في الشرح ذي الآية شي ناس ربي خبرنا قال لا تحبون النصيحين ذكرون يا خوتي بالآية كنا الناس ما قبلوش النصيحين جاء الانبياء والمرسلين شي نصيحهم ومع ذلك ما قبلوش النصيحين ومن ضمن ما قالوا قالوا اخرجوهم من قريتكم علش يسدين خرجوهم من قريتكم علش يخرجوه انهم اناسون يتطهرون وهدي هدي يا سند الله عز وجل في الخلق دياله نعم المهم اللي كان شاهدو خير المشاهد الحبيب الهلال كان قوله الدعاء اللي علمونا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان اختلاف الروايات في هالدعاء من بين الرواية انا كان قوله منك نشوف الهلال هكذا هذا الهلال للجمدة الثانية نسأل من الله سبحانه وتعالى بجده وكرمه في هذه الساعة ولعلها ساعة اجابة اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام واجعله يا مولانا ان يكون هلال خير ورجد يا هلال ربي وربك الله يا ربي يا ربي يا كريم يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا ربي تفرج الكروبات هذه الامة امة حبيبك امة نبيك يا الله راه مرضات الامة يا ربي اصبح فيهم الامة الكثير منها اصبح فيها الحساد والحقد والبغض الا ما رحمته يا الله يا ربي تردنا الى دينك مرضا جميلا حتى تسريحة احوالوا البلاد والعباد اللي بغيت نقول فهد المشاهد اخي الحبيب ايوها المسلم اللبيب باش نذكرك باش نبيلكوا هاد النقط كينشي تشجر الدين هادو ما تشجر الدين ديال بالصح كتلقى واحد ناشر مثلا في اليوتيوب او في الفيسبوك دعاء ليلة السانة اعوذوا بالله دعاء اليوم الاثنين شه هاد منكر هادا دعاء جماده الأولى هذا المنكر هادا ТоST كندة دعاء الهيلال ايه كندة دعاء ديال ليلة القدر هاد شي كندة اما باش قجبنا من راسك باش طبرة على راسك دعاء ديال يوم الزبت اعوذوا بالله اللهم إنых هدا من تشجر دعاء ديال الشعبان دعاء هذا منكر. و اذا الار pad سؤال البعد وهذا الارقد الان تلدي كده للسلم غير وجدراسك منكزب علي وسلم فليتبوأ مقعده من النار كما قلت لك خير المشاهد الحبيب هذا من السنة ووارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم لك نشوف الهلال هكذا نقول الدعاء المشروع لبيننا سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يعني كنا هنا روايات المهم أنا كنقول هذه وفي الأخير كان نخرجه يعني من الحول الهلال كان نتكلمه معك نقول له يا هلال يعني رأى ربي وربك الله حيث عدنا الإله دينا هو ربي سبحانه وتزوجه المهم الإخوان ديالي اللي بغيت نقول لكم فهذا المباشر هذا نعم اللي بغيت نقول لكم ورد عن سلفنا الصالح بأنهم كانوا يقولون واحد القولة شنو هي أبا حفص نقول لكم سمعوا ورد عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يقولون بأن شهر رجب شهر حرس شهر رجب شهر حرس إذا بكي نجو مدد ثانية ياك كيجي يا سيدي رجب ياوا سيدي من البعض رجب شكيجي رجب كيجي شعبان ومن شعبان السيادي يا الله وجد رأسك الرمضان أحبيبي ياواش حالد من الناس من خصص ذلك المرأة الغافلة هذك المرأة الهم ديالها هي الدنيا كانت توجد القوامات ديال الحلاوي والقوامات ديال السفوف كانت تقول رجل لها جيب رجل لها كتكتب له ذلك تشي في الورقة الجلجلانه والزبدة الزبدة الروم البلدية اسم الحرب وهذاك فهمتوا جيبناك المشكلة دا حق فعقاد النس هكذا وهكذا نكلوا ونشربوا من الحق لنا نكلوا ونشربوا ولكن دب احنا جاينا رمضان كنشوفنا اللي كنشوف الأغلبية الناس كانت تساعد غير البيط البيطنة بس تذهب الفيطنة لهذا أخي المشاهد الحبيب كما قلت لك وبالله تعلي يجعلنا منفاتي حد الخير وبإذن الله تستافد تستافد من المحتوى دي العبد الربي تستافد تستافد الله ما في شي خاول بيفض بإذن الله السميع العالم المهم كما قلت لكم هذا وارد عن سلفنا الصالح سلفنا الصالح هم الصحابة والتابعين وماذا سلفنا الصالح نعم يعني هذا وارد عن سلفنا الصالح بأنهم كانوا يقولون شهر رجبين شهر حرث شهر رجب عندما جاءوا مدى الثانية كيجينا كيجينا سيدي شهر شهر رجب ثم كيجينا شهر شعبين ثم رمضان طلب الله تعلي يوصلنا لهذا الشهر هذا ويتقبل مننا رب العالمين المهم كما قالوا أهل السلف شهر رجبين شهر حرثين وشهر شعبان شهر سقيين وشهر رمضان شهر حصاد الله 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 شهر حزوينه هدي واسمع المشاهد وهدي مش الكورة هذا مش الخاوي هذا العمر هذا نعوده واسمع قيدة دي قيدة في المدقرة دي اسمع شهر رجبين شهر حرسين وشهر شعبان شهر سقيين وشهر رمضان شهر حصاد وشهر يقول من جده وجده ومن زرعه حصاده يا واش مستعد اخي المشاهد واش مستعد وانا كان قللك اه كان أعطيك الداليل اصحاب النبي اللي قال في حقهم سيدنا النبي ولو بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث بأيهم اهتديتم اقتديتم اصحاب النبي كانوا يستقبلون رمضان بستة اشهر اسمع اسمع يرعاك الله شو الهيمة شو الهيمة كدير شوف شو التعظيم دي الحرومات ضد الله شو التعظيم دي الشعائر ضد الله كدير اصحاب النبي من الواجب علينا نعبد الله عز وجل العبادة اللي عبدوا بها هؤلاء الاخيار هؤلاء الاطهار نعم خسنا نعبد الله عز وجل كما عبد سيدنا النبي الرب دينا واجب عليك بتقول ليش يا دك النبي الدنيا نشوف ودك الانسان اللي تحت اما امر دي الدين نشوف رسول الله حتى رسول الله قال قال صلوك ما رأيتموني اصلي وباسخي مسلم 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 وخلق في البلاد المسلمين حتى في التشاهد شو عالده باشي شوفو والتشاهد الانسان في التشاهد الصلاة ما كعرفش حتى يشاهد كل واحد وش كيعمل شكي زعزع يدو هيدا وش كتحرك البي صار اولا وش كتحرك البي صار اولا ووحد طال طلع صباح وهيدا وحد ازا ما هيدا يمقى 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 يدو هيدا ازا ما يمقى 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 وتعلم دينك وراء الناس الاغيار الناس الاغيار تعجبون في الامر دي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك عجبا لهذا النبي وضح وبينا امور دي الام دي حتى الخراقة حتى الطوال طوال صيدنا النبي علمك فاش دخل طوال طوال وكان دخله بالشمال وكان قول الدعاء اللي علمونا رسول الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وش هتش كتعرف ولك تعرف هال ماتش هتعلم عرص هتش ولا ينفع والله الذي لارب سواك نتكلم معك وربي قال هنا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون طلبوا الله السلام ما مجعلنش من الغافلين اخي دي لي كيف ما قلنا الاخوال الكرام لابد الانس لم يتعلم الامر دي 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 واتش شهد مصعب تشهد وخلي اصبعك هايدا وما تحرك وشي بزاف يعني كل الاختلاف فهمت ايه وصول لدينك دخول البحث عمل واحد البحث كيف اش هتسباب كيف اش ك تشهد انا وخاك نعمل الشمال يعني ما شي مشكل المهم هتسباب فتشها وتتعلم ما دراء دين هذا ودراء الدين دراء مش بتعطي وما ونطحنه ولا كتفزقو كتغسلو الزراع كتغسلو كتقول لك باش تنقيه ولكن شي تراب كيتحيد كيدوب مع هادا كلمة شوف وكتشم شو هاد كان ديوه الطاحون باش نطحنه وهدي هالمكلة بلا عليك هاد الدين اللي يبقى معنا في القبر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد لا انقطع عملوه الا من ثلاث صدقة جرياء لا مشي هذا اللي بغيت نقول يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يعني الانسان يموت في المعنى هذا حديث وكيدوه المقرارة قال لك النبي يمشي معه ثلاث اهله وماله وعمله ملك يدفنك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يرجع اثنان ويبقى واحد كرجع الاهل والمال ويبقى العمال ديالك والعمال ديالك خصو يكون بعلم رابي قال في القرآن الكريم قال لك خير المسلم قال لك فاعلم انه لا اله الا الله ولا لا الله باش هتكون عدنى راب العلم ضروري كل علم سول على دينك تعلم دينك كنتكلم معك كل شي كتعرف المسائل الخاوي كل شي كتعرف كتعرف الجوانة كيف اشتعدلها كتعرف فلحشش معنى احتلحش انا باد ناس ولو كيف تاخر وانا كنسمع اشي الشاب بدرا عايش في الدنيا الاخوان كنسمع وحاك قال لوا انا كنجيبها معاند فلان وكانش نجيبها معاند ولد كداشي معاند ولد زيو نعوذ بالله يعني را كيف تاخر لا حول ولا قوة الى بالله هنا هنصح وهنقول يا امتان ضحكت من جهلها الاممي المهمة الاخوان واللي بغيت نقول لكم في هادي النقل هذا ويحصل لي الشرف صراحة هذا من فضل ربي كيف ما قلت لك خيرياني ما كنش شي دعاء مخصص في شي شهر ولا في شي نهار ما كنش هذا ما كنش الدعاء ديوم الجمعة هاد شي مبتدأ تعلموا دينكم ومسلمين ما قلش احكو عليكم البياعين والتجار الدين في مجال تواصلي قلت سمعون ايه كنا دعاء واحد ليلة القدر ليلة القدر امنا عائشة كما معلوم سولة سيدنا النبي قلت لي يا رسول الله اذا كانس ليلة ليلة القدر شنون قل سيدنا النبي وراها قل اقول اللهم انك عفو وانتو حب العفو فعفو عنه هادي الليلة المخصصة في الدعاء هاد دعاء هذا اما باش تقول الدعاء ديوم الجمعة ولد دعاء ديوم الخامس هاد الشراء كده حكو عليكم كده حكو عليكم وكيلقاوكم خاوية الوفاد كيلقاو عندكم اذيك الجعبة خاوية وكا تجمشي ومع ذيك الكلام قال الدعاء ديال يوم السبس اش من دعاء ديوم السبس كيلدعاء واحد ديال ديال ليلة القدر كيف ما قلت لكم حتى الليالي رمضان عادي عادي المهم الاخوان كما قلت لكم بان بان اهل السلاف كانوا يقولون هذا القول يعني في حق شهر شعبان عفوا يعني في راجب السلاف الصالح في شهر راجب كيقولوا فيه شهر الحرس وشهر شعبان شهر سقين وشهر رمضان شهر حصاد انا كنقولكم انا انا هدي بغيت نزيدها من عندي انا كنقولكم سيادية مشاهدين المسلمين بما يعني اليوم هيكون واحد في جومادة الثاني انا كنقولكم يعني هات جومادة يعني شهره استعداد يعني هات جومادة انا كنقولكم هدا استعداد وما على العلم بان اصحاب النبي الصحابة الكرام رضي الله وعنهم طلبوا الله تعالى يجمعنا معاهم في الجنة ويجعنا بالعالمين كنوا مسكنها الخالدين الصحابة كانوا يستقبلون رمضان بستة اشهر وكانوا كيودعوا رمضان وكيطلبوا الله تعالى تقبلوا منهم بستة اشهر اذا الصحابة اصحاب النبي كانت ايامهم كلها رمضان جميل جميل واضح احنا لا احنا دابر عبقوا كيف فكروا قالك دابا كاس العالم حتى كدنو ربع سنين هات كنديرو كاس العالم قالك دابا يبولي ويديروه كل عامين ولم ما نعرف كيفاش قالك دابا كيشوفوا القادية حتى شافوا المسلمين صافي همهم الشاغل القرى ها القرى العب القرى مع رأسك وحتى دابا ديالكم كيشوفوه اله حتى كتحسبوك بحل ال اله حتى لامشي تسميتو لكم ما تهجمو اللي رحت واسجد لكم وخا هو من بنو الصهيون حتى واسجد لكم يعني راخ شالكم المعنون وما فهمتوش قال وحتى وابغاي ديالك بحنا وابغاي قال في القرآن ربي قال افرايت من اتخذ الها هواه ما تشبدلو شا هدك اخا لا ديالا ملا عندك تشبدلو هدك كيف ما قالوا حقصدنا ابراهيم من هدا